يظل الجرجير متربعا على عرش الخضروات لما يحتوي عليه من فوائد عديدة ومذهلة إن الجرجير هو نبات مائي يزيد استهلاكه مما يقلل من خطر الإصابة بالسمنة ومرض السكر وأمراض القلب إنه يحتوي على المغذيات النباتية الوقائية الفعالة للسرطان التي تساعد في منع سرطان الرئة وسرطان السدي كما يحتوي على نسبة عالية من الكولوروفيل الذي يساعد في منع التأثيرات المسببة للسرطان مما تحتويه الأطعمة المشوية في درجات حرارة مرتفعة للغاية لأنه يحتوي على الأمينات غير متجانسة إن الجرجير هو عضو في عائلة بواسيكا من الخضروات الصليبية التي أظهرت أن لها آثارة مفيدة في صحة الغدة الدرقية كما يعمل مثل البراء سيكاس الأخرى عن طريق تقليل إنتاج هرمون الغدة الدرقية ويكون أكثر فعالية عند تناوله نيئا إن الجرجير يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم كل ذلك يساعد على خفض دغط الدم عن طريق إطلاق الصوديوم ومساعدة الشرايين على التوسع إن يدرج العطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الجرجير يعمل على تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام كما يعمل الكالسيوم في إصلاح وبناء العظام عن طريق التسبب في زيادة إنتاج خلايا عظمية وهي الخلايا المسؤولة عن هذا النشاط وهو مصدر جيد للفولات الذي يلعب دور مباشرا كأنصر غذائي تفاعلي في الحفاظ على كثافة العظام وقد تستفيد النساء بعد انقطاع الطمس من الفولات في نظامهم الغذائي كوسيلة مقائية ضد هشاشة العظام وإن الاستهلاك الكافي لفيتامين كي يحسن من صحة العظام فإن تناول كوب واحد فقط من الجرجير يساعد على تلبية الحاجة اليومية لفيتامين كي إن الجرجير يزيد من مستويات حمض الفوليك المنخفضة من خطر الاكتئاب وبالتالي هو مكمل غذائي مهم يساعد على منع هذا المرض المزمن إن حمض الفوليك مهم في تطوير الجنين الصحي وقد أظهر استهلاك 400 ميلي جرام من حمض الفوليك أنه يقلل من الأمراض المرتبطة بالأجنة عند النساء الحوامل كما يحتوي الجرجير على حمض الفا ليبو ويك المضاد للأكسدة الذي سبت أنه يخفض مستويات الجلوكوز ويزيد من حساسية الأنسولين ويمنع التغيرات المؤكسدة الناتجة عن الإجهات في مرضى السكر كما يحتوي الجرجير على فيتامين سي الذي يساعد في تقليل خطر تطور الساد قد يكون استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين سي مفيد في منع التغيرات المعرفية المتعلقة بالزهيمر والشيخوخة وحماية وإصلاح أنسجة المخ كما يعمل على تقليل النزيف عند حدوث السكتة الدماغية وقد يستفيد المدخول اليومي من الجرجير في منع الضرر وتحسين نتائج إصابة الدماغ ويحتوي الجرجير على فيتامين سي الذي يساعد على بناء المناعة ويقلل من خطر الإصابة بنزلة برد بنسبة 66% اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة